اشتركوا في القناة كنا بخدمة الإمام زين العابدين عليه السلام في بعض الفقرات التي قلنا أن الداعي بعد أن يتهيأ ويأتي إلى أن يبدأ كأنها يبدأ صفحة جديدة سواء كان في الصلاة أو المناجهة باعتبار أن هاتين الخصالتين من الخصال المهمة للتقرب إلى الله تبارك وتعالى أن الإنسان يبدأ بالصلاة وصل هذه الحركات الخاصة مع الألفاظ الخاصة هي التي ندب إليها الشارع في عقيدتنا يعني إسلاميا هذه هي الصلاة عندما يطلق لفظ الصلاة يراد منها هذه الصلاة توجه إلى الله تعالى مع توفر المقدمات الصلاة شراءة الصلاة يبدأ الإنسان بأن يصلي وكما قلنا في ما مضى أن الصلاة كما ورد في الروايات هي خير موضوع من شاء استقل ومن شاء استكثر ويشغل الإنسان نفسه دائما بالصلاة أمر محبوب إلى الشارع المقدس والمناجات أيضا هي هذه الحالة التي يفزع فيها العبد إلى مولاه وقلنا أن العلاقة بين العبد وبين الله تعالى هي علاقة الفقير إلى الغني وعلاقة المحتاج إلى الغني وعلاقة الزائل إلى الدائم وعلاقة الفاني إلى غير الفاني وعلاقة الضائف إلى القوي وأمثال ذلك فإذن هناك حالة وحاجة مستمرة دائما إلى الله تعالى سبق وذكرنا قضية في خدمتكم أيضا مسألة العبودية إلى الله تعالى هذا أمر واقعي لكن تارى ندركه فنتعامل مع أنفسنا بأننا عبيد إلى الله والعبد لا بد أن يتحرى دائما رضا سيده وتارى لا نلتفت لكن الواقع يجري يعني الإنسان الذي ينكر التوحيد والعذب الله لا يخرج عن سلطان الله وأحد سلطنة الله علينا هو الموت سبحان الذي قهر عباده بالموت والفناء هذا ليس له علاقة للإنسان مؤمن أو إنسان كافر باعتبار هذه السنن تجري على المؤمن وعلى الكافر الله تعالى خلقنا في هذه الدنيا لأجل ثم بعد ذلك يقبضنا وننتقل إلى عالم آخر هذا ليس له علاقة هذا مؤمن وهذا غير مؤمن نعم الإنسان إذا التفت إلى ذلك سيعمل وفق عبوديته إلى الله تعالى ولذلك الأنبياء كان يركزون مسألة العبودية عندهم وعند أتباحهم ويأتون دائما إلى عنوان التوحيد كل الأنبياء إذا تلاحظون القرآن الكريم الشيء المشترك الذي ذكروه مسألة التوحيد يدعون دائما إلى عبادة لا إله إلا الله عبادة الواحد أرباب المتفرقون أم الله تركيز مسألة التوحيد في عقيدة الناس والمقابل نحن أيضا عباد إلى الله لا بد من الالتفات إلى ذلك أما الإنسان إذا لم يلتفت يبقى عبد لكنه يخرج عن طريق الطاعة لأنه مهما يعمر في هذه الدنيا القانون الإله بالنتيجة إننا لله وإنا إليه راجعه هذا قانون تارى نتكلم به حتى نحصل على أجر في موارد التعزية باعتبار أحدنا يسل الآخر على أن الموت حق والإمام الحسين في بعض خطبة أنه خط الموت على بني آدم كمخط القلادة على جيد الفتاة أو لا يعزي بعضنا الآخر لكن واقع القضية هو فعلا إننا لله وإنا إليه راجعون اعترفنا بهذه المقولة أم لا من اعترف وعلى كل حال قلنا مع الدعاء الآن هذه التهيئة واجهتنا مجموعة من العقبات قلنا بعض العقبات الإمام عليه السلام عللها وبعض الأمور الإمام ما عللها وإنما العبد حرم منها الذي لم يكن معللا كما مر في الأمس هذه العباء قال لعلك عن بابك طرتني وعن خدمتك نحيتني هذان الموردان لم يعلل لكن يكفينا المادة كما قلنا وهو مادة الطرد ومادة التنحية كلاهما من المواد يعني غير الصيغة نعبر عن الإمام بالماضي طرتني نحيتني لكن نفس مادة الطرد في حالة من الإبعاد وأيضا عملية التنحي تركني لم يلتفت إليه الإمام ما علل بدأنا الآن بالمقطع الآخر الذي فيه تعليل أخذنا من ذلك فقرتين فقرة الأولى هو الاستخفاف بحق الله تعالى وهذا كما قلنا يولد حالة من الإقصائية والثاني هو الإعراض عن الله تعالى وهذا أيضا يعطينا القلا والهجران والابتعاد وهذه المناسبة ما بين الفعل والجزاء كما قلنا مهمة نستطيع أن نؤسس قاعدة أخلاقية أن من موارد الاستخفاف بحقوق الله تعالى فيه جزاء ومن موارد الإعراض عن الله أيضا فيه جزاء وذكرنا في الأمس المورد الأول فيه إقصائية والمورد الثاني أيضا فيه عملية القلا وهو عملية الترك نكمل بقية الفقرات التي ذكرها الإمام عليه السلام قال سلام الله عليه أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني إذن الموجب للإقصاء هو الاستخفاف بحق الله والموجب إلى القلا هو الإعراض عنه تبارك وتعالي هذا أو هذان الجانبان من الشرط والجزاء نأتي إلى بقية الفقرات يكمل الإمام قال أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين وفي نسخة الكذابين كاذب كذاب لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني أو لعلك إلى ما سيأتي إن شاء الله تعالى لحظوا هذا النص الذي بيّنه الإمام عليه السلام أن الله تعالى يحب أن يرانا في مواطن الطاعة ويحب أن يفقدنا أو يفتقدنا في مواطن المعصية أنتم تعرفون لكل أهل أهل الطاعة العفل الطاعة أهل وللمعصية والعاذ بالله أيضا أهل وهتان الطائفتان موجودتان في سالف الزمان وفي الحال الحاضر وفي المستقل هذه طائفة تبحث عن طاعة الله تبارك وتعالى وطائفة تبحث عن معصية الله تعالى والقرآن الكريم جعل ذلك وفق إرادتنا إننا هديناه النجدين فمن أراد هذا النجد فليذهب له بمن إرادته ومن أراد النجد الآخر أيضا فليذهب من إرادته الله تعالى ما كان عليه بيّنه وأوضح جميع السبل للهداية ولم يكرهن على أحدهما حتى يبقى الجزء ولذلك نظرية الجبر والتفويض أخذت مساحة كبيرة من علماء المسلمين أغلب الطوائف الإسلامية التي نشطت في فترة نشط فيها علم الكلام خصوصا بعد احتكاك المسلمين ببقية الشعوب وانفتح المسلمون على بقية الولدان فجاءت نظريات دخيلة وخرجت من مجتمعنا أيضا نظريات اجتهادية ودار كلام طويل فيها جزء منها قضية الجبر والتفيض قطعاً كلامنا ليس فيهما لكن مناسبة الطاعة والمعصية بحيث هذا أأشر عليه يقول هذا مطيع وهذا عاصل الإمام عليه السلام يريد أن يعقد المقارنة كما عقدها في الأول وهو في مسألة حقوق الله مع الإقصاء المستوجب للإقصاء هو عدم الالتزام بحقوق الله والمستوجب للقلا هو الإعراض عن الله تعالى الآن عندنا صفة أخرى مرتبطة بالكذب صفة وجزاء مرتبط بالكذب طبعاً الكاذب والكذاب فيها معنى التفضيل ومقصودي منه معنى التفضيل المبالغة الفعل الفعل إذا صدر من زيد ينسب هذا الفعل على نحو وقوعه كفعل خارجي ننتزع منه هذا المصدر مثلاً ضرب فنحو فنقول أن زيد ضارب صدر الفعل منه إذا الفعل تكرر اللغة العربية لا يعطون الأول مثل ما يعطون الثاني يميزون فيقول هذا ضراب هذا شرب وهذا شراب تكرار الفعل فيه نوع من المبالغة ناشئة من تكرر الفعل أحد من أسباب انتزاع المبالغة هو هذا فإيضاً عندنا كاذب وعندنا كذاب في الفقه عندنا مصطلح العدالة ومصطلح الفسق يعني ما يقابل العدالة الفسق وما يقابل الإيمان هو الكفر ممكن أيضاً الفسق يقابل الإيمان في بعض الآيات نحن على مصطلح فقه الإيمان هي الحالة الجوانحية يعني القلب انعقد على أي شيء آمن بأي شيء عبر عنه هذا إيمان فإذا آمن بالله وآمن بالرسل وآمن بالكتب وآمن بالأنبياء هذا مؤمن الفعل الخارجي فعل الجوارح فإذا جاء بالأفعال كما أراد الله وانتهى عن الأعمال التي نهى الله تعالى عنه عبر عنه عادل فقها اصطلاح فقه إذا لم يأتي ببعض الأفعال نقول له فاسق وإن كان في داخله مؤمنا فالمؤمن والفاسق يجتمعان نقول هذا مؤمن فاسق لأن محط الأول غير محط الثاني محط الأول القلب فهو مؤمن قلبا والثاني محط الأعمال فهو لم يأتي بالأعمال فهو فاسق فمؤمن فاسق الواجبات والمحرمات إذا ارتكب محرم واحد أصبح فاسق إذا انتهى أو لم يعمل واجبا واحد أيضا كان فاسقا يمكن العدالة ترجع إنسان يستغفر ترجع له العدالة الكذب إذا صدر مرة واحدة طبعا بلا مبررات هناك مبررات شرعية الشارع المقدس يجوز فيها الكذب من قبل مثلا إصلاح ذات البين لكن إذا كذب بلا مبرر سقطت عدالته هناك عندنا حالة ليس يكذب وإنما هو يعشق كأنه الكذب هناك كذاب هذا كثير الكذب كأن الله تعالى فرض الكذب عليه أنا لا أتحدث الآن عن الإشكالات الاجتماعية تنشئ من الكذب وفقدان الثقة المطلب آخر يعني أخلاقيا آثار الكذب أنا أتحدث عن الأثر الذي يريد أن يبينه الإمام عليه السلام ما قلنا هناك جزاءات للأفعال الإمام عليه السلام في هذا الجانب يتحدث عن خصل عن نتيجة قال لحظة أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني الرفض حال مقابل القبول تقبل مني أو ترفضني تقبل مني أو لا تقبل مني تقبل مني أو ترفض الإمام عليه السلام جعل الموجب للرفض هو الكذب تفتول هذه نكتة جدا مهمة قد واحد يسأل يقول الكذب بهذه المنزلة الخطيرة الذي يستوجب أن الله تعالى يرفض تتعرفون إذا الله رفض لا يمكن لأي جهة أخرى أن تقبل والجهة التي تقبل هي الجهة المعادية إلى الله تعالى بمعنى الشيطان يقبل لأن الشيطان أيضا حريص على أن يكثر الأنصاره لكن لاحظوا العلاقة ما بين الرفض والكذب الكذب كما في بعض الروايات مفتاح الشر الإنسان إذا كذب غير الإنسان إذا عصى معصية لها علاقة بالشهوة هذه معصية وتلك معصية مثلا الإنسان يغلبه النوم مثلا يلتفت إلى الأذان لكن يغلبه النوم هذه شهوة الراحة وحالة التكاسل قد تغلب الإنسان فيستسلم لها أما الكذب ليس فيه شهوة كأن الكذب فيه حالة من التحدي وفيه حالة من الإصرار وفيه حالة من الانطواء على سرير خبيثة مو أي كذبة الإنسان عندما يكذبها لأن شهوته غلبته الكذب ليس له علاقة بهذا الجانب وإنما الكذب فيه حالة من الإصرار على إخبار خلاف الواقع ولذلك تعتبر من الصفات الذميمة عادة المؤمن قد يقع فريسة بعض الشهوات لكنه لا يكذب تجد بعض الفاسقين قد يرتكب بعض المحرمات لكنه لا يكذب هذا ليس لأنه هو إنسان جيد لا لأن مسألة الكذب تختلف يعني بواعثها عن مسألة الانطواء على غرائز معينة ولذلك بعض رات تقول المؤمن يفعل كأنه الفاحشة لكن لا يكذب متجع الفاحشة لكن في بعض الحالات الإنسان تغلب بعض الشهوات أما الكذب ليس له علاقة بشهوات وإنما الكذب هو عبارة عن طبع كأنه انطوى على هذه السريرة الخبيثة يحب أن يكذب ولذلك مرتبة الكذب كمعصية مرتبة كبيرة الإمام عليه السلام يبين حال الداعي أن مسألة الرفض أيضا ليست مسألة سهلة أن الله يرفض العبد لا يقبل منه لأن العبد قد جاء بفعل أيضا الفعل غير طبيعي وهو الكذب طبعا إذا عرفنا هذا الارتباط ترى الآن كم الناس بعيدة عن رحمة الله تعالى بسبب الكذب والإنسان إذا تعود خصوصا إذا صار كذابا يصبح مرفوضا قد الإنسان يكذب لكن في الوسط العام يبقى مقبولا محبوبا هذا لأننا لا نتعبد لا نتخلق بأخلاق الله تعالى وإلا الإنسان يتخلق بأخلاق الله تعالى لا بد أن يبتعد عما أبعده الله تعالى أمرنا أمير المنى عليه السلام يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلقي أهل المعاصي بوجوه مكفهرة يعني إشعارا غضبنا للفعل أنت إنسان يا زيد أنت إنسان مطرود من رحمة الله أنت أنت إنسان مرفوض من رحمة الله طبعا الكذب هنا قد يراد مننا معنى آخر يعني مع الله تعالى أنه أعد وأخلف أعد وأخلف قد يراد مننا هذا المعنى لكن لا أتطرق له لأن ليس دائما نسمي أخلاف الوعد كذب لكن المعنى المتعارف بالكذب أن الإنسان يكذب يخبر خلاف الحقيقة فهذه الرذيلة هذه الرذيلة إذا حصلت نتيجتها أن الله تعالى يرفض هذا العبد تعبيري لإمام عليه السلام لعلك رأيت وجدتني لعلك وجدتني في مقام الكاذبين قلنا أو الكذابين فرفضتني إذن الأحد الموجبات أو الموجب للرفض هو الكذب لحظ آثار هذه الأشياء مع الله تعالى الإنسان الذي يتلوث بالمعصية قد يرى هذه الأمور جدا طبيعي عنده وغافل عن الفجوة الكبيرة حدثت بينه وبين رحمة الله تعالى هذه كلها آثار فإذن الموجب للإقصاء كما قلنا هو الاستخفاف بحقوق الله الموجب للقل الإعراض عن الله تعالى الموجب للرفض هو والكذب لاحظوا الأفعال المشينة للعبد والنتائج والآثار الخطرة أيضا من قبل الله تبارك وتعالى لا ننسى بداية المطلب أنه الإنسان بدأ يتهيأ بدأ يريد أن يصلي وإذا بدأت الشواغل أن عاسئة من جهة البلية التي تزيل القدم من جهة ما هو الموجب لذلك ما هو السبب لذلك دخلنا الآن بهذه المعاضل الكثيرة التي تزيل الإنسان عن ما أراد ونوى قال أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك لاحظوا فحرمتني إذن عندنا الآن سبب آخر ما هو الموجب للحرمان عدم شكر النعمة أن الإنسان لا يشكر النعمة لعله من الأخلاقيات أن الإنسان عندما يعدد النعم الإلهية لاحظوا نحن مع الله الآن نحن عبيد نتكلم عن قضية واقعية نحن عبيد والله سبحانه هو السيد نريد الآن أن نحدد أو نعدد نعم الله سبحانه وتعالى علينا هل نستطيع أو لا نستطيع النعمة من الله ما دمنا عين الافتقار فكل لحظة وكل ثانية في حياتنا وأجزاء الثانية نحن مفتقرين إلى الله تعالى فهناك نعمة أبدية ما دمنا في عالم الدنيا الله منعم علينا بأصل هذا الارتباط يعني بأصل حياتنا فالحياة التي عبارة عن هذا النفس الذي يصعد وينزل هو عبارة عن نعمة فأصل وجودنا وأصل حياتنا وعبارة عن نعمة هذه يشترك بها الجميع كل مخلوق يشترك في هذه القضية أعمالنا أثناء هذه الحياة أعمالنا أن الله تعالى يوفق العبد إلى كل شيء أيضا ترجع نسبتها يرجع حقيقتها له التفت هذا ليس له علاقة بالجبر له علاقة بأن تمهيد الأسباب وتهيئتها ترجع بالنتيجة له ولذلك في بعض الروات تقول إن الله أولى بحسنات العبد منه يعني من العبد مع أن العبد هو الذي يفعل الفعل لكن هذه الأفعال كلها تنم عن أن المصدر الحقيقي للبعث للحياة هو الله تعالى ثم أي نعمة نريد أن نعدد نحن عاجزون عن ذلك أول شيء الإنسان نعمة عقيدة سلامة عقيدة قطعا هذه نعمة ما تعوص نعمة أن الله تعالى جعله في حظن مؤمن ومن أصلاب مؤمنة ومن عائلة ومن ومن إلى ما شاء الله تعالى من الصحة والعافية وكذا وكذا فالإنسان دائما لا بد أن يلتفت قرآن يقول إن تعود نعمة الله لا تحصدها هذه ليست عملية تحدي فقط وإنما عملية إخبار بالواقع ما يمكن أنت أن تحصي نعمة الله هذا شيء خارج عن قدرتنا الإمام زين العابدين عليه السلام في بعض الأدعية كما أعتقد نوهنا إلى ذلك حتى حتى شكري على النعمة هو نعمة أقول الحمد لله قطعا هذه نعمة نعمة الشكر أن الله تعالى أنعم علي أن أشكره فإذا كان الشكر هو نعمة هذه النعمة أيضا تحتاج إلى شكر وتستمر القضية يعني الإحصاء متعذر الإحصاء متعذر يعني كلما شكرت الله تعالى كلما كانت نعم متجددة ويأتي ويأتينا في بعض الأدعي إن شاء الله تعالى يعني بالفقرات الدعاء كيف يشكر يقول بلسان هذا العاجز كله من كل كل آلات القبض والبسط هي من الله تعالى لكن كيف الإنسان يشكر إذا كان هكذا إذن الشكر متعذر فمع الله تعالى يطلب من عدنا أن نشكره فهل الله يطلب من عدنا الشيء المستحيل هذا ما يمكن لإن شكرتم لأزيدنكم اعملوا آل داود شكرا الله يطلب مننا الشكر وأيضا يطلب مننا الحمد السيد الحمد كنعم عام الشكر خاصة هذا مورد لكن الله يطلب لاحظوا متى ما علمنا أننا إذا شكرنا لا نؤدي نعم الله فقد شكرنا هذا معنى الشكر أن الإنسان مهما يحمد الله مهما يشكره ويعلم أن هذا الشكر لا يوازي النعمة فقد شكر الله تعالى الله عندما يطلب مننا الشكر يريد أن يلفت نظرة على أنه أنت غارق في النعم وهذه النعم كلها تحتاج إلى شكر والشكر نحن نحتاج الله لا يحتاج إلى شكر خطاب خطاب لنا لكن ما هي الأثر لاحظوا ما هو الأثر الإمام الإمام بيّن الآثار آثار عدم الشكر ما هي الآثار الحرمان لأن الحرمان عبارة عن عدم الاكتراس أنا الله أنعم علي شيء وأنا ما مكترس الله تعالى يحرم أنت عبد لا تستحق النعمة فالإمام عليه السلام يبين ما هو الحرمان نحن الآن عندنا قصور في بعض الحالات في فهم الرزق نتصور الرزق هذا الأمور المادية سن عند أموال يعني هذا رزق وفير بالنتيجة عند متطلبات الحياة فهو في بحبوحة من العيش نعتبر هذا هو الرزق واقعا هذا ليس تمام الرزق أبدا الرزق أبعد من ذلك أن الإنسان إذا رزق لسانا شاكرا إذا رزق قلبا خاشعا إذا رزق مجموعة من المؤمنين يذكرونه بالله تعالى رزقه الله أنه توفق لي الصلاة في الشهر الفلاني في المكان الفلاني هاي الأرزق وهذا هو الذي يبقى الآخر لا أقول غير رزق رزق لكن هذا الرزق قد يفنى الأرزاق الحقيقية الأرزاق المعنوية التي لها آثار حقيقية أمام الله تعالى فالإمام عليه السلام عندما يقول رأيتني في هذا الحال أنه أنا لا أشكر تأتي النعم علي اتباعا وأنا لا أشكر لم أؤدي حقيقة الشكر لم أشكر بالنتيجة حرمت إنسان يحرم من الصلاة يحرم من الصلاة يحرم من لذة المناجات يحرم من الاستفادة في أوقات يفترض أن يستعد لها هذا الشهر المبارك المؤمن يستعد له ينتظره بفارغ الصبر وخطبة النبي صلى الله عليه وآله كما ذكرنا سابقا خطبة بليغة جدا يعني مهد لنا طريق الجنة في هذا الشهر المبارك ثم بعد ذلك جعل ليلة فيه هي من أعظم الليالي وسيتين إن شاء الله إذا أبقان الله تعالى قبيل الليالي القدر لاحظ الإمام عليه السلام كيف يصف ليلة التاسع عشر من رمضان وكيف يصف ليلة الثالث عشر من رمضان الثالث والعشرين من رمضان إمام يلفت النظر يعلم أن هذه الليالي خاصة تهيأوا لها استعدوا لها لأنه ستكتب الآجال إلى العام القابل طبعا الله تعالى ينزل الملائكة في هذه الليالي يرى العبد ماذا يصنع تعرض هذه الأعمال على الإمام سلام الله عليه وتمضى إلى العام القابل خلال هذه السنة لإمام يعلم ماذا سيحدث لنا قطعا هذا يحتاج إلى تهيئة قد الإنسان غافل الله تعالى يهيئ شخص شخص يدعو لك وإذا فتحت عليك أبواب التوفيق وأنت لم تفعل شيئا نعم دعاء المؤمن لأخي هي أحد أسباب التوفيق والد والدة دعوا للعبد ولذلك الإنسان كلما فعل فعلا واقعا يرجع له إنما أعمالكم ترد إليكم أي بر عمل من البر له آثار وآثار الإنسان يحصل على التوفيقات والتوفيقات كثيرة إمام عليه السلام يبين أن هذا الداعي لم يتوفق للأسف للشكر لم يعلم لم يلتفت على أنه لا بد أن يشكر إذا ما التفت وإذا لم يشكر حرم من مجبات الحرمان عدم الشكر ولذلك كما قلنا في الآية الشريفة يقول اعملوا آل داود شكرا عمل غير أقول الشكر لله فقط عمل عمل يدل على أن هذا العمل أنا شاكر إلى الله تعالى يشكر الله تعالى لآثار الكبيرة والواسعة قد تكون إذا قلنا في الأمس جمع الشرطية يعني من موجبات عدم الحرمان هو الشكر لأن عدم الشكر موجب للحرمان فموجب عدم الحرمان هو الشكر فإذا شكر العبد الله سبحانه وتعالى لا يحرم قال أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني حقيقة هذه الفقرة فقرة هوايا مهمة وجليلة أيضا بقضية مجالسة العلماء الإمام عليه السلام جعل أيضا من موجبات عدم المجالس هو الخذلان أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني حقيقة لا أريد أن أبين منزلة العلماء يعني هذا يحتاج إلى أكثر من جلسة لبيان منزلة العلماء أولا لا بد أن نعرف من هم العلماء للإمام عليه السلام الذي أشار لهم من هم العلماء أول شيء لا بد أن نعرف أن العلماء يطلق حتى على الأئمة عليه السلام طبعا بعد النبي صلى الله عليه وآله ولذا العلماء هم الذين لا بد أن يرتبطوا بالله تعالى بالمباشر أو بالواسطة هؤلاء هم العلماء الذي يرتبط بالله بالمباشر الأنبياء عليه السلام والذي يرتبطون بالله تعالى بالواسطة هم الأم الأطهار سلام الله عليهم من خلال النبي صلى الله عليه وآله قطعا النبي هو أعلم من في السماوات وما في الأرض غير الله تعالى والأم الأطهار عليه السلام هم أعلم بعد النبي صلى الله عليه وآله وعندنا كتاب في الكافي هباب العلم والأم عليه السلام يبينون منازلهم في هذا الجانب وهذا مهم يعني هذه العبارة أرجو أن تحروا عنها أن الأم الأطهار عليه السلام يبينوا منازلهم هم يسرحوا بمنازلهم هم يبينوا ولعل بعض صراحة العبارات على أن يا فلان لو كنت عندي لأريتك زغب جبرائيل بهالطريق يتكلمون سلام الله عليه إذن هذا الوجود المبارك للعلماء هو لأم الأطهار حتى عندنا بعض رؤية يقول سألت العالم يصد بالإمام عليه السلام يعني لا يستطيع أن يبوح باسمه في وقته عبر على العالم الراسخون في العلم في رواياتنا الكثيرة الأم الأطهار سلام الله عليه هذا جانب جانب الثاني العلماء هم العلماء الذين أشار لهم الأم الأطهار عليه السلام وهم علماء الطائفة ابتداء من الأزمان السحيقة إلى يومنا هذا هذا الوصف العنواني هذا عالم في من يعلم أو ما هو علمه علمه بما جاء به الكتاب والسنة المطهر ولذا أخواني الحرص الشديد على التعلم وعدم مخالفة العلماء الآن الإمام عليه السلام بيّن نكتة مهمة هذه النكتة هي ليست نكتة لاعتراض على العالم وإنما هي نكتة عدم الحضور عند العالم فيحصل فيها هذا الجزاء الخلان أما الاعتراض على العالم نتيجة أشد ونتيجة أخطر دنيويا وأخرويا لا نتحدث عن ذلك كما قلت ذاك يحتاج إلى وقت أخر لكن العالم لابد الإنسان أن يستقي ويعرف العالم ولذلك هناك ميزان سأحوم حوله لا أبينه بالدقة أحوم حوله أمير المؤمنين عليه السلام بعض يعني حياة تعرفون حياة رسمية اللي صارت يعني كان في شدة سلام الله عليه تعب كثيرا في المشاكل الداخلية والذي كان أمامه يعني في الطرف المقابل شخصيات أيضا لها وزنها في البيئة الإسلامية صعب أمير المؤمنين عليه السلام أمام هذا الكم الهائل من التداخل والمشاكل أنه يظهر كل شيء لكل أحد فبعضهم كان يقول أن أحد أسباب الشبهة أني رأيت فلان وفلان هم يقاتلونك وهلام شخصيات كبيرة أو مثلا في واقعة الجمل أو في الزبير مثلا وشخصية معروفة وقريب النبي صلى الله عليه وآله فهذا قد لا يتي في ذهنه أن هذا مخطئ سذاجت الناس أحد أسباب هلاك الأمم سذاجت الناس أحد أسباب هلاك الأمم أحد أسباب حرمانها من البركات لأن هي تعطي مجالا إلى ضياع الحقوق فهذا عنده هذه الشبهة لعل النص موجود في نهج البلاغ فالإمام عليه السلام بيّن له هذا المطلب قلت أحوم حول الحمام قال يا فلان أنه أنت قست الحق بالرجال أنت عندك مشكلة وهي عندنا تكاد تكون عندنا مشكلة أن الإنسان يعرف الحق من خلال الرجال وهذا خطأ لابد الحق أن أعرفه أولا ومن يأتي مع هذا الحق هو هذا الرجل صاحب الحق أنا لا يمكن أن أشخص الحق لأن الرجل الفلان هو قال به هذا ما يمكن لابد أكون أنا على مستوى أن أثهم الحق حتى لا أقع بالمشكلة وإلا الآن في تاريخ المسلمين ترى هالجيوش والمعارك والدماء التي سفكت من أجل أي شيء قالت عن الإنسان نفسه عزيز فلابد أن لا يعطيها إلا في مورد يجزم بالحق يجزم بالحق أما إذا كان بعضهم يتصدى للعلم وهو ليس من العلماء ولذلك أمير المؤمنين عنده تحذير في منتهى الروعة في قضية يعني التكلم على بعض من قد يدعي المعرفة أنقل بعض النصوص الشريفة يعني عن الإمام سلام الله عليه في هذا يحظ هذا النص أمير المؤمنين عليه السلام الإمام سلام الله عنده خطبة يتكلم فيها عن المتقيين يتكلم بها عن الفاسقين وأيضا يذكر مكان العترة الطاهرة أنا لا يعني أنقل جميع الخطبة لكن اسمحوا لي فقط أن أنقل هذا المقطع له علاقة بما قلنا لحظة يتحدث عن العالم ويمدحه ثم يتحدث عن جهة أخرى قال وآخر قد تسمى عالما وليس به معالم تسمى عالم فاقتبس جهائل من جهال بلاغة التعبير فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ظلال ونصب ونصب للناس أشراك من حبائل غرور وقول زور قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه يؤمن من العظائم ويهون كبير الجرائم يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع ويقول أعتزل البدع وبينها اضطجع فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان لاحظوا التحذير هذا مهم لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه فذلك ميت الأحياء ميت الأحياء هل يوجد هناك تعبير أبلغ من هذا التعبير لا يوجد الصورة صورة إنسان يقول والقلب قلب حيوان الذي يبتعد عن معارف أهل البيت عليه مساء أو الذي يحاول أن يتسمى بسمة ليست فيه لا شك ولا ريب أن هذا لا يركن إليه هذا ليس ركن وثيق حتى الإنسان يركن إليه الإمام عليه السلام عندما يريد العالم الحقيقي علماء الطائف الله يزيد شرفهم دنيا وأخرى لا يعلم الناس حقيقة المعاناة التي يعانونها في سبيل تحصيل المسألة العلمية والمسألة الشرعية بحيث يقول هذا ما جاء به الله ورسوله والإمام عليه السلام والله العالم لا يجرى أحد أن يقولها إلا علماء هذا الجهد الكبير ولأما عليه السلام ربوا مجموعة ضخمة من العلماء مجموعة كبيرة جدا وهؤلاء هم الذين حفظوا هذا التأريخ اليوم ما شاء الله الكتب بأيدينا والإنسان يطالع على ما يريد لكن الجهد الذي بذل من أجل أن تصل لنا رواية كانوا يسافرون البلدان البعيدة يعني كتاب يؤلف لمدة عشرين سنة لاحظوا الصبر والهمة والتمحيص والسفر البعيد وقد هذا السفر يستوجب لأن فلان قد حفظ روايتين فلا بد أن أحضر عنده وأسمعها منه حتى أقول حدثني فلان عن فلان عن فلان بهذه الرواية حتى أحفظ هذا التراث 1400 سنة 1300 1200 سنة ولذلك لأن عليهم السلام كانوا حريصين جدا على أن يعلموا أتباعهم خصوصا من كانت نفسه مستعد للتعلم ولذا اخواني كان الحس على طلب العلم إذن الإنسان لا يستطيع أن يطلب العلم قد انشغل في أموره الأخرى لكن يحرص أن يجلس مجال العلم ما يمكن للإنسان عمره 70 سنة لم يلتقي بعالم ولا يجلس أمعالم ولا يقرأ كتاب عالم ويريد أن يكون على الخير كيف تكون هذه القضية هذا قطعا لا يمكن لابد الإنسان أن يكون قريب نعم قريب بشخصه قريب بآثار اليوم العلم بحمد الله تعالى أمناء الشريعة ومعرفة هذه بلا شك من خلالهم لكن تستقر على العالم الحقيقي هذا يحتاج إلى الإنسان لابد هو أن يميز لابد أن يكون عنده استعداد نفسي أن يعرف الحق حتى يعرف أهله نعم نعم تجارب الإنسان تعين احتكاك بعض الناس أهل دين يعين لا شك الإشارة الاستشارة قطعا تعين لكن لابد أن يكون قريب وإلا مقابلها ما هو الخلان لاحظوا تعبير الإمام عليه السلام قال أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني هذا مهم موجبات الخذلان هو الإنسان أن يفقد في مجالس العلماء ولذلك الوصيق لزاحم العلماء بركبتيك شدة القضية يعني اهتم اهتم أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك يستني أو لعلك رأيتني يأتي إن شاء الله تعالى إن أبقان الله تعالى وإياكم في الغد بقية الفقرات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر